ما أنتي إختي قاعدة أكلة شربة نايمة مفيش في بققي غير سلة بيتي الشربيني تستور بسم الله الرحمن الرحيم أنا قلت بس يا إختي أنزلك عن بيتي الشربيني وخدامه يا إختي أنت ما تعرفش إنه بيفتح التدام خدامه ده إيه؟ زي أنا كده؟ زيك يعني إيه؟ مش هو ده اللي بيتقايق أدريا بنت الجن مش بيقولوا إن أدريا جوزت جنة وخلفت منه ليلة صح ولا مصصح؟ مصصح دهاري الناس أنتي مالك بقى ومالخلاء من الناس بقولك إيه؟ أنا مش هتطعطع من هنا أنا إختي مش خدامة عند حد مش يمكن يا بيت تروح تلاقي السعد والهانة هناك؟ يا حبلة ده أنتي مفيش في جمالك اتنين ده أنتي خيالك بس يخطى في العين والقلب مش يمكن تلاقي خيالك هناك؟ وساعدها تملكيه؟ واللي يملك قلب حد في البيت كأنه ملكين بتكل يلا يا بتي عابلتا حدري نفسك كده والبس بسرعة أحسن إحنا يمأخرنا أنا هروح وتعالي دي حصلي ماشي؟ بكي ستسعة مراملة إيه؟ الحمد لله كيف؟ تتسعلي لأليك يجيشوا في الشقة و أزبطها ماشي أما تنجهت في قط النوم والشقة لمزبطوها بس في شوية حاجات في المطبخ أطلع أشوفهم بقى ماشي حسنا 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 الحمد لله إيه يا بنتي فينكش باينة وحشانة والله؟ يعني سألت أنا بسأل أولا مفيش قعدة يا أخويا في البيت وبقيت أنا وكانة بحدة واحدة زهقت والله يا أستاذ جهات أنا صلي ما بحبش القعدة وبعدين أنا حاسة أن أنا عملة تفرج على الدنيا يا أخويا منبرة ومخي ده شغال عمال يقولي إن الدنيا فيها حاجات كتير قوي حلوة لازم الواحد يعيشها ولا إيه؟ بصراحة بس أنا على نفسي ما بحبش الناس اللي تتفرج على الدنيا منبرة بحب يخشوا جوه قلبها ويعيشها ويجربها شوف إزيه والنبي يا أخويا كلامك ده هو اللي بيحلي الدنيا ببقى أسأل علي حاضر ببقى أسأل بقى أسأل بقى أسأل اشتركوا في القناة